لما يديها الألم يبدأ يعمل حركة فالعضلات تستشفى فتفصل المسافة ما بين العظم وبعضها طيب اللي عنده ألم في العمود الفقري يا دكتور محمد يقدر يساعد بشي انتبار؟ تكي طبعا هي ايه العمود الفقري؟ العمود الفقري عبارة عن فقرات ما بينهم حاجة اسمها غضروف الغضروف ده جزء خارجي اسمه أنيولاس فايبروزيس زي شرايح هل أعرف اللي حاجة تقطعي باصلة هي زي الشرايح بتاعتها كده اسمها أنيولاس فايبروزيس دوائر؟ دوائر كده وفي النص في حتة كده جيلاتينية اسمها نيوكلاس بالبوزيس حتى أنا بدرسة أقول بالبوزيس هي اللي ببز الجزء الجيلاتيني ده اللي بيعمل زي شوك أبزوربشن الامتصاص ده بيفصل فقرات عن بعضها فيخلي المسافة اللي بيطلع منها معزرة اللي بيطلع منها الأعصاب تبقى خارجة في الممرات بتاعتها لما الدسك ده بيضغط الفقرات بتقرب من بعضها فالعصر بيضغط عليه لما العصر بيضغط عليه يدي تنميل وشكشكة وحرقان وممكن يعمل حيل وممكن يوقف الطرف اللي هو ضغط عليه عادة هو ممكن يجيب الجنبين بس ده نادر عادة بيجيب طرف واحد يعني يجيب لو فقرات عنقية تؤثر على إيد واحدة لو الفقرات دي الإصابة في أعلى فأعلى الفقرات العنقية تؤثر على الكتف لو في أسفل الفقرات العنقية تؤثر على الإيد تنمي الأجزاء دي لو هي في الفقرات القطنية تأثر على الرجل ولو أخذ عرق النسا بتاخد L4, L5, S1, S2 اللي هو بدايته يعني فياخد ظهر الرجل الفاخد من وراء لغاية السبعة الكبيرة حس التنميل فلو فيها مشكلة نبدأ نعمل لها علاق طبيعي ونستخدم نستخدم الكينج بار بالفقنية اللي أنا قلتها لحضراتك اللي هي الفون وفريسس بالموجات الصوتية ونبدأ نعمل تمرنات بشكل معين وندي نصايح للعيان يقدر يخف تماما وما عملش عملية لأنه عندي بس خمسة لعشرة في المية هم دول اللي بيعملوا عملية اللي هم حالتهم بتبقيه باية دكتور أكتر يتحقق فيهم أربع حاجات واحد بدأ يحصل له تباول لا إراضي يعني مش بدأ يقدر يمسك نفسه بدأ العصاب اللي مسك المسانة يضغط عليه فيبدأ يعمل تباول لا إراضي يبدأ يعرج يعني بيعرج جامع جدا بدأ يحصل أن الطرف ده فيه شلل يعني يوقف عن الحركة بتاعته أو شخصية مهمة ما تقدرش تقعد تاخد العلاج اللي هو الخمستاشر يوم كعلاج طبيعي هم دول بس اللي يدخلوا عمليات دول خمسة في المية لعشرة في المية من خمسة لعشرة في المية من كان بقى من كل مئة عيان يبقى الأصل خمسة وتسعين عيان هتعلج إيه؟ علاج طبيعي وياخد حاجات زي الكنجبار تبدأ تجيب معها النتائج طب ده أفضل ولا مش أفضل؟ أكيد أفضل لأنه لو عمل عملية كده كده هياخد علاج طبيعي قبل وياخد علاج طبيعي بعد لأن العضلة لما أي عضلة يتحط فيها مشرة تفقد خمسين في المية من قوة بتاعتها أنا لازم أقويها قبل لما ياخدش العمليات تفقد خمسين في المية